فيما يقص زيارة الشيارة الصدري المقدر الصدر تعرفين هي الدلالات الكثيرة وأن المسجع الديني السيد السبتاني كان يرفض مقابلة أي سياسة في المرحلة الماضية هذه الدلالة تنوم على تناغم كبير وعلى تفاهم كبير وعلى مدلولية خاصة لما يقصى بها سماحك سيد مقدر الصدر كونه يمثل نفض شارع الشيء في الوقت الحاضر ولديه حاضنة كبيرة والفترة الماضية عندما أعلن انشحابهم للعملية السياسية كان له تأثير أكثر مما ولده بأن يكون لديه تأثير شعبي كبير على مستوى المحافظات في الفراش الأوسط وفي مهداد وفي الجنوب هذا يدل على أن دائماً التيار الصدري أو مقدر الصدر سماحته لديه المقبولية من قبل الشارع العراقي وهذا ما ينسى جمع زيارته إلى المرجع الديني السيد السيستاني كونه ما يمثل من الأقطاب الكبيرة في موضوع البيت الشيعي هذا ينم على أن المرحلة القادمة ستكون لها تأثيرات إن شاء الله نتمنى أن تكون إيجابية وأن يكون دائماً الأمن والأمان في كل محافظات أسراط الأوسط والجنوب وهذا يدل على أن قبولة قبولية من قبل المرجع الديني وهي جاهم لكل هذا الأمر نعم طيب دكتور برأيك هل تضمن اللقاء رسم خارطة طريق جديدة ربما لمستقبل العملية السياسية في العراق؟ والله من المدلولات وأول دلالة هي الزيارة سعطفين سهر المطران الكريم وهناك زيارة وهو يمكون المرجع الديني السيد السيستاني أرجع وأكرر بينه وكان رافض قبول أي شخصية زورة في تلك المرحلة خاصة من ضمن العمل السياسي الموجود من الكتل والأحزار السياسية الموجودة في العراق هذا أول نهاية تقسم لي سماحة السيد المكتب ثانيا هو يمثل خيار ديني ومرجع ديني السيد المكتب هذا جانب يعني فيها مدلولات كثيرة على الناحية الاجتماعية وعلى الناحية السياسية كون السيد السيستاني دائما يدعو إلى رسل الصفوف وإلى التحاور وإلى الضرب بيت الحليل على الفاسدين وإن تكون العملية السياسية تمشي بوضع وأساليب البرنامج الانتخابي أو العملية الديمقراطية الموجودة في العراق وعدم القفز على النتائج أو على بعض أو استخدام شلاح القوة دائما السيد السيستاني كل ما يعرفه الشعب العراقي بأنه دائما يكون صمام أمان في هذه المراحة فالزيارة أعتقد أنها نعم ستكون هناك رسم قارطة سياسية جديدة بعون الله